موسيقى وهو ما سمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القرى أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية كما تم تطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية لا سيما في قطع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأثارها على السلم والأمن بالقررة الإفريقية حيث أشد الوزير الكني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقررة مؤكدا حرص بلادها على التنصيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القررة ككل كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة نائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة وبحضور سفير جارس بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع مؤكدا أهمية طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها ومنوها إلى دور مصر في حج وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة وقد شدد سيد رئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار وفي ذات السياق أوضح السيد رئيس للوفد البريطاني أن الحالة الدائمة والعادلة للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية كما أكد السيد رئيس خطورة تسعي محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم حيث أكد السيد رئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية مؤكدا دور مصر الداعمة والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها وقد أعربت السيدة رئيسة لنجلة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وأعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وإنسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم كما أكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح أفاق السلام بالمنطقة مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد اللقاء تناول أيضا العلاقات السنائية بين البلدين في ضوء ما تشهده من تطور إيجابي متواصل على الأصعيدات كافة